موسيقى بس هو كانوا قادرين على الفعل في اليمن يعني عندما انزعجت المملكة السعودية في اليمن قادت الفعل والفعل اليمن تخت التدريب زي ما انت عايزة كمية انت في اليمن لم تبقى مدرسة وقفة الغد النهاردة لم تبقى مستشفى وقفة انت بتضرابي في اليمن ضرب عشوائي وكسرتي ما استطاع الشعب اليمني ان ينجزه في مئة سنة بس ده كلامنا ان الحوثيين هم اللي بيقوموا يعني فيه اختلاف هنا في الكلام اسلامي استعني كلم جاد فيه ضرب جوي ما بيعملهش الحوثيين الخراب الاكبر في اليمن النهاردة ما بيعملهش السعودية معمول كله من الجو وعليك تكتر تشوفي مين لكن مش الحوثيين الحوثيين مشكلة موجودة ممكن تهددك مذهبيا وتهددك مع عمليات محدودة وكلام فارغية لكن اليمن معرض لمجبحة ما حدش بيتكارم فيها كل يوم فيه طيارات بيتضرب في اليمن وفيه ناس كتير جدا بيموتوا والعالم العربي كله يبدو وكأنه مش مهتم والولايات المتحدة طيب ما هي شريك فيها والولايات المتحدة لكن الولايات المتحدة شوفي الولايات المتحدة مختلفة عن ايه مختلفة عن العرب الضرب اللي حصل في اليمن النهاردة الأمريكان تقريبا اوكلوا الأطراف عربية تفضلوا عملوه احنا أرف ايه وصل بنا شوفي احنا فتنا في مرحلة نسينا نفسينا فيها بسبب العدوات الداخلية وبسبب التنقضات القبلية وبسبب وبسبب الغرب استطاع ان يوظف قوانا ضد بعضها الى الدرجة مهينة لانه درجة الحرب الاهلية احنا دفعنا اليهاردة الى فوجود حرب اهلية في كل بلد عربي تقريبا